اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اطلقت جمعية اصدقاء مرضى السرطان ونيفيا سن حملة مشتركة لتعريف افراد المجتمع وخبراء الرعاية الصحية بمرض سرطان الجلد احد اكثر انواع السرطان انتشارا واقلها فهما في منطقة الشرق الاوسط الله يعافيكم يعافينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم نحن سعداء اليوم باطلاق حملة سرطان الجلد والتوعية بمخاطر سرطان الجلد والتي تسمى حديث الشام حملة مشتركة بين جمعية اصدقاء مرضى السرطان ونيفيا سن ووزارة الصحة في دولة الامارات العربية المتحدة الحملة رح تقوم على مرحلة ثلاث سنين ورح تركز على توعية مجتمع دولة الامارات بضرورة الوقاية من الشمس وكيفية الوقاية منها وطبعا عن سرطان الجلد ومخاطر سرطان الجلد الحملة رح تركز على تفقيف مجتمع دولة الامارات بدءا بالاطفال لهذا ستبدأ الفعاليات مع رياض الأطفال مع المدارس إلى الجامعات ورح نتجه إلى المرافق العامة مثل البحر مساكن العمال سنة الترجمة مدارس monopol تقنية ويجعل أن تتعلم البرمجة لأخطاء أكثر من أجل البرمجة ويجعل نبيع على البرمجة جميعاً لنا في نيفير لأن هذا هو دينا نفسنا عام عام ويجعل نبيع على نفسنا هذه الحملات ترفع كثير من الوعي عند الناس ومن الثالث تغير من السلوكيات والمهارات وهذا هو الهدف من الوعي تغيير سلوكيات يعني نحن ما نبس الناس تكون عنها وعي لا بالمقابل أنها تغير من سلوكياتها ومثل ما قلنا تتجنب الأشياء المفروضة عليها لما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات سيدتي خليكم معنا في سيدتي بعد الفاصل كيف نحمي سعوديات من المحتسبين في المحافل الثقافية اشتركوا في القناة